طيب تعالى بقى نروح للجانب الاخر الستة عرفت ان جزها بيتكلم على السوشيال ميديا والراجل عارف نفس القصة ان امرأة هو بتتكلم مع الراجل على السوشيال ميديا يعملوا ايه؟ ايه التصرف اللي ممكن يتبعوا سواء بيه او هاني؟ نتكلم نتكلم مع بعض اه لازم نتكلم هو التواصل ما بيننا هو اكتر حاجة هتخلي محدش يكون التاني والعلاقة ما بيننا تفضل كويسة وقلة التواصل هي اللي بتوصل الخيانة بالمناسبة يعني هو لانه بطل يتواصل معاها بدأ يتواصل مع واحدة تانية وهي لانها مش لقى وقت تتكلم معاه طب تتكلم مع واحد تاني لو كان هو بيتكلم معاها وبيديها الاحتواء العاطفي اللي هي عايزة هتقفل ده بالظبط كده وهو نفس القصة فالتواصل لو لاتي عملت كده هيقفل هو لازم نتكلم ونشوف ايه سبب الحكاية ولو احنا اللي اتنين بقاش فيه بيننا لغة التواصل نروح لمختص يساعدنا في ان احنا بقى فيه بيننا لغة التواصل بالظبط كده ولو ده حتى مش موجود ووصلنا محالة الانفصال فالانفصال احسن من ايه من ان احنا نكمل واحنا بديخضع بعض طيب بالنسبة لبقى الراجل والست انا دي بكلم مع المحورين عشان انا كان لو كان زمانتي موجودة النهاردة كانت هتقول هي تتكلم باللسان التاني بس انا عشان بتتكلم باللسان الاتنين بالنسبة للاتنين اللي دايما حطيني التاني في المراكبة دائما عارف انت فيه رادار شغال طب ده صح ولا غلط غلط على فكرة من ضمن الحاجات اللي صدر فيها فتوى وانا مقتنع جدا بالكلام ده ودايما بقوله انه ممنوع ان حد يفتش في موبايل التاني لانه زي ما قلت لك في اول الحلقة ده كده ضبوره بيزن على خراب عشو اللي هيفتش في موبايل اي حد هيلاقي حاجات مش هتبسطه حتدايقه طب احنا ليه بنيعمل كده كأنه كل واحد بيدور للتاني على حاجة يمسكها عليه وده غلط ما تفتشيش وراه عشان ما تمسكيش حاجة دايق حلو احنا مكمليم في العلاقة لان احنا عايزين نكمل في العلاقة بغد النظر ان هو بيغلط او انت بتغلطي بس انتوا عايزين تكمله في العلاقة ما عايز او اي حاجة بكتر محا فما تفتشيش عشان توصلي للنهاية